صيف لاهب في العراق ليس بفعل درجات الحرارة التي قاربت الخمسين مئوية وإنما بسبب استمرار هجمات المسيرات واقتراب الاستحقاق الانتخابية الذي بدأ هذه المرة حامل وطيس فالأجندات الإقليمية والدولية في تضادل وتصارع محمول وقد تنزلق الأمور حتى نحو تطور خطير قد لا تحمد عواقبه وإذا كانت الانتخابات التشرعية المرتقبة شأن داخلي فإن مواجهة الهجمات بالطائرات المسيرات التي بدأت تستثمرها الميليشيات تمثل أولوية قصوى للقوات الأمريكية إلا أنها مازالت بعيدة عن إيجاد الحلول لكن واشنطن وبحسب الجنرال ماكانزي حددت ثلاثة طرق لمواجهة هذا الخطر أولها قطع الاتصالات بين مركز التحكم بالمسيرات والمسيرة نفسها وثانيها تحسين قدرات رادارات الرصد لتتبع حركتها والكشف عنها وثالثها تحسين الفعالية العسكرية في استهدافها وإسقاطها التحقيقة التي جرت على المسيرتين التي أسقطتا الأسبوع الماضي أثبتت تطويرها محلياً ما زد من حدة المخاوف الأمريكية من امتلاك الفصائل طائرات مسيرة تعمل بمحركات الوقول كونها أكثر قدرة على الطيران لمسافات أبعد وكذلك حمل أوزان متفجرات أكثر من طائرات شحن كهربائي ردود فعل واشنطن الرخوة وغير الحازمة حيال هجمات الميليشيات الولائية من شانها أن تفسر في طهران كعلامة ضعف من تبعات الرد الحازم على تلك الهجمات وربما يكون هذا الأمر دفع كتائب حزب الله في العراق لأعلان دخولها في معادلة الردع التي أعلنها الأمن العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اشتركوا في القناة